أستاذ أحمد بحيري من القاهرة يعني حتى نتأكد أن نفهم الأمر بكل جوانبه الرموز غير القابلة للاستبدال أعطينا نموذج يا أستاذ أحمد كيف تستطيع داعش أو أي منظمة إرهابية أن تستفيد من هذه التكنولوجيا يعني داعش استفادت من التكنولوجيا على منذ نشأتها وهذا جاء في التقرير الأولاني فعذرني أن كان الصوت ليس يصل إلي حتى أستمع لديوفك الكرام لكن نحن نحدث على الوسيلة الرئيسية سواء في نشر الدعاية وده برقم واحد أو آليات الاستقطاب والتجنيد ثم بعد ذلك عمليات جمع الأموال ونقل الأموال من وإلى دولة الخلافة أثناء كانت في الموصل أو حتى في دير الزور والرقة والبغوز كان عبر استخدام التكنولوجيا وكان على رأسها استخدام الداركويب الداركويب هو مساحة آمنة ليست فقط للعناصر الإرهابية ولكن لكل التجارة غير المشروعة في العالم يستخدمها تنظيم داعش بقوة لديه مواقع كاملة بدون ذكر أسماء لهذه المواقع على الداركويب الوصول إليها صعب بالنسبة للعامة إلا بأدوات معينة وبرامج محددة إلا أنها متاحة للعناصر لتبادل المعلومات والالاتصال وأيضا لعملات الاستقطاب والتجنيد على الداركويب أيضا تم الاستخدام حتى من تكنولوجيا مختلفة زي تيليجرام زي بعض البرامج والتطبيقات التي يستخدمها داعش حتى هذه اللحظة وعلى رأسها برنامج تيليجرام أيضا وصل إلى مرحلة أنه يستخدم سيمانز والبليستيشن للكورة والحادثة الشهيرة بتاعة بروكسيل عندما تم التواصل ما بين العناصر عبر الشات اللي موجودة على السيلفر بتاع البليستيشن للألعاب الأطفال داعش لم يترك أداة تكنولوجية واحدة وهو التنظيم الأول من وجهة نظري في العالم كله أنزيه استخدمت كافة الأدوات التكنولوجية الحديثة حتى قبل معرفتها للآخر بأسليب جديدة قعدة استخدمت أسليب تكنولوجية استخدمت المدونات استخدمت الإنترنت المفتوح ولكن ليس بكسافة استخدام تنظيم داعش لهذه التكنولوجيا وليس بقدرة التنظيم على التوظيف السياسي والمالي والتجنيد في أهليات الاستخدام أو توظيف التكنولوجيا الحديثة اشتركوا في القناة